الحمد لله احنا يمكن زي ما حرقكم تابعته بدءا من يوم 21 يوليو فعلا وقفنا خطة تخفيف الاحمال والحقيقة يمكن انا بوجه الشكر لكل القائمين في وزارة الكهرباء ووزارة البترول على هذا الموضوع وعايز اقول لحضراتكم ان اللي بيتعامل الموضوع مش بسيط وانا عايز اوجه الكلام للمواطن مصيح عشان يبقى عارف حجم الجهد اللي بيتعامل الموضوع مش فقط كمان موارد ملايه لان حجم الاستهلاك اللي احنا اثن او حصل في خلال اليومين اللي فاتوا فوق اي تصور كان ممكن يبقى موجود احنا تجاوزنا 38 جيجا يعني وصلنا 38.5 جيجا ارقام حجم استهلاك فوق ما يمكن ان احنا كنا ممكن نتخيله حيتقاله انتو مش مخططين لهذا الموضوع لا احنا كنا حطين الدراساتنا لكن محدش كان متخيل موجات الحر اللي موجودة النهاردة ودرجات الحرارة اللي بهذا الشكل ومتواصل على مدار مش بتقعد يوم ولا اتنين ده بنقعد اسبوع كامل بهذه الدرجات الحرارة فارقام مخلية ان الموضوع احنا في حالة طوارق مستمرة على مدار اليوم وعلى مدار الساعة وبالتالي بقى حجم استهلاكتنا من مختلف انواع الوقود الى اقصى حجم ممكن انا بتكلم هنا على غاز طبيعي بتكلم على مازوت وبتكلم على سولار ابتدينا ندخله ايضا عشان نؤمن توليد الطاقة للدولة المصرية كلها ارقام هائلة النهاردة الدولة المصرية مش احنا كدولة مش بقول الحكومة احنا كمصريين بنتحملها علشان نقدر ان احنا نؤمن 24 ساعة بلا انقطاع طيب مع اول يوم ارزكر حضراتكم الاسبوع اللي فات انا قلتلكم احنا وقفنا خطة التخفيف ما بقاش في حاجة اسمها ساعتين ولا ثلاثة لكن وارد وقلت ان ممكن يحصل ازمة بسبب الظروف يحصل نتيجة لكده مشكلة في منطقة ما دي كانت هتحصل او بتحصل قبل حتى ما نعمل خطة تخفيف احمال كانت بتحصل في اوقات عادية وبتحصل في كل الدول مش عندنا بس ان ممكن تحصل مشكلة في منطقة معينة مولد او محول كهربائي يعني يحصل فيه عطل فتحصل ازمة في منطقة معينة وده اللي حصل في اول يوم وعلى طول ابتدت الاثارة وان الكلام ده الحكومة يعني هو بجد بدأ والتخفيف ولا لا احنا قلنا هزا الكلام بمنتهى الشفافية وارد انها تحصل في خلال الفترة الجاية وعايز اقول لحضراتكم ده نتيجة للارتفاعات الرهيبة في درجات الحرارة عندنا بعض المحولات والحاجات بتبقى يعني بقالها فترة زمنية معينة فبالتالي عمرها او تصميمها وقت ما اشتريناها انها ما تتحملش هذه النوعية من درجات الحرارة العالية جد فوارد اني ممكن يحصل فيها عطل طب احنا بنعمل ايه على طول بنتدخل كمجموعة ازمة ممكن العطل يستغرق ساعة اتنين تلاتة لكن في الاخر بنحلها فبس دي انا بأكد فيها للمواطن المصري ان وارد تحصل في بعض المناطق هذه النوعية من الاعطال وبنتعامل معها زي اي عطل بيحصل في اي منطقة فدي انا بأكد عليها لان على طول ابتدى يحصل تشكيك في ان الدولة ملتزمة بهذا الكلام فانا بس حبيت ان انا اكد لهذا الموضوع لان وارد انها تحصل وتتكرر مع الارتفاعات الهائلة في درجات الحرارة يعني انا عايز اقول لحضراتكم مع الحمل اللي موجود والاحمال اللي موجودة بعض الاسلاك والكابلات كانت بتنصهر من ارتفاعات والتشغيل الكبير ده مش معناها ان في خطأ او اي حاجة هي ظروف استثنائية بتحصل نتيجة لكده احنا على طول بنتعامل بيبقى عندنا ايه اللي بيحصل عندنا اكتر من مصدر ممكن يغزي نفس المنطقة فبنتعامل ولو حصل حاجة اطعطل ندخل من منطقة اخرى او المنطقة البديلة او ان احنا بنتعامل مع العطل نتيجة لزروف اه يعني ازمة حصلت مفاجئة وبنحلها على طول فانا حابب بس ان انا اكد حنستمر في هذا الموضوع والحقيقة التنصيق على مدار اليوم ما بين الكهرباء والبترول في هذا الشأن والاهم طبعا مع السيد وزير المالية لان احنا بتدبر اعتمادات مالية كبيرة وانا عايز ااكد لهذا الموضوع احنا كدولة وقلنا ان احنا هنلتزم على نهاية العام بيعني حل المشكلة بصورة نهائية ان شاء الله وان شاء الله نكون قادرين على هذا الموضوع ولكن تبعات هذا الموضوع وانا اكدت عليها وقلتها قبل كده الدعم الكبير جدا او الفرق الكبير والكلفة ده لا يمكن الدولة المصرية تتحمله عشان كده وقلناها اكتر من مرة ان احنا بنتدرج بطريقة مخططة في زيادة اسعار بعد هذه الخدمات بصورة متدرجة ومتأنية علشان ما نحملش بصورة كبيرة جدا على المواطن وعشان ما نعملهاش مرة واحدة عشان كده يمكن لما طلعت وقلت ان احنا حنتدرج في زيادات اسعار المنتجات البترولية حناخد سنة ونص علشان فقط اوصل لنقطة التوازن وقلناها بغاية نهاية ديسمبر 25 عشان نقدر نقول ان احنا وصلنا لعملية التوازن في موضوع الدعم اللي يقدم للمنتجات البترولية ودي نقطة احنا بناخدها بصريقة متدرجة عشان ما تأثرش في التضخم وعشان ما تسمعش بصورة كبيرة مع المواطن وتمثل عليه اعباء مالية لكن لازم احنا كدولة لان لا يمكن ان احنا نتحمل الى يعني الى مالة نهاية حجم الهائل في فرق الدعم اللي كل مرة بيزيد كل سنة بيزيد او كل فترة عمال يزيد نتيجة لحجم الاستهلاك الكبير اللي بيزيد والاسعار العالمية اللي بقت موجودة اللي عايز اطمن حضراتكم عليه احنا مش سكتين فقط عشان اعدي الصيف ولا عشان النهاردة ان انا فقط اتكلم على الفترة القادمة لكن احنا حطين حلول النهاردة وزارة الكهرباء وزارة البترول ازاي على الصيف الجاي عندي احتياطيات كبيرة تؤمن الدولة المصرية ويمكن انا اتكلمت على هذا الموضوع من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة ازاي نزود كميات كبيرة في الشبكة خلال الفترة الجاية ازاي نعتمد على عملية منظومة الربط الاقليمي مع الدول العربية المختلفة عشان نقدر كلنا مع بعض نستفيد بمعنى ان انا ممكن لما بزود ربطي مع الدول المجاورة ممكن في فترة معينة بيبقى عندي انا مش هي دي ساعات الزروة هو بياخد مني كهرباء واجي بعديها في وقت الزروة بتاعي انا اخد منه فيبقى بالتالي احنا الاتنين بنساعد بعض هو ده الفكرة اللي احنا بنشتغل عليها وان احنا بنسرع في عملية الربط الكهربائي مع كل الدول المحيطة بينا علشان نقدر ان احنا نفيدهم وايضا احنا كمان نستفيد لان ده بيفيدنا في تقليل الاحمال في وقت الزروة في خلال الفترة القادمة